السلام عليكم و اهلا بكم في فيديو جديد اللي نتكلم فيه عن تليفون عملاق في الفئة المتوسطة كعادة شاومي الشركة ما اكتفتش باطلاق المي 11 ولا حتى المي 11 برو ولا حتى المي 10 او النوت 9 برو الفايف جي لا 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 الشركة عندها مفاجئات تانية لسه هتنزلها قريب جدا من ضمنهم العملاق اللي هكلم عنه النهاردة باسم المي 11 لايت بالضبط زي ما اسمعت النسخة المخففة من المي 11 الفلاكشب ولكن قبل ما بدأ في اي حاجة ما تستطيع مش كل مرة في القرارك يا صحفي لايك مهم جدا عشان انا بحاول اوفيك بكل جديد شرك في القناة فعل الجرس عشان تامعي كل جديد ولا ان ان شاء الله بعد يومين او ثلاث ايام من دلوقتي هنزل فيديو على مراجعة اول هاتف اقتصادي في عام 2021 وبالتحديد من شركة سامسونج فانت بقى خام من كده هتكلم عن تليفون ايه او مش هتكلم عنه انا هجيبه فعلا وعمله مراجعة ولكن خلينا نركز في تليفون النهاردة اللي اتكلم عنه خلينا نبدأ معكم التصميم بشكل سريع الشركة مقلتش هيجي من الزجاج ولا البلاستيك ولكن لو شغلنا دماغنا طالما نسخة لايت ومخففة فهي عايز تنزل بقى قلي سائرة ممكن فهيجي من البلاستيك ده توقعي اما عن الفريم اولوطار فهيجي من الالمونيوم وده مؤكد طب نتكلم بقى على الشاشة لان كل المعلومات المتاحة على الشاشة مؤكدة الشاشة جاية من نوع IBS LCD وده طبيعي جدا بما انها نسخة لايت وفيها متوسطة فطبيعي انك تاخد IBS LCD بحجم 6700 بوصة بدقة الفولش دي بكسلات بكسفة بكسلات 395 بكسل لكل بوصة مع نتس يقدر ب1000 نتس وده نقم ممتاز جدا تحصل طوع الشمس اما عن الرفرش ريت فهيجي ب120 هرتز لو تاخد بالك ان شركة شاومي ممتازة جدا في موضوع الشاشات بتديك الشاشة يعني شيفه متكاملة في الفئيات السعرية اللي بتنزل فيها ولكن في مشكلة واجهة ناس في البوك اكسسرية NFC عشان نكون صراح معك في اسفرار في الشاشة بيظهر وانا شفت حاجة زي كده في الحواف بيتلاقي اسفرار بيظهر فلازم شركة شاومي يعني تقدر تسيطر على هذه العيوب والمشاكل لاني انا مش فاهم انت ايه تديني المواصفات قوية ويطلع العيوب بعد كده فدي حاجة تفصلني انا كمشتري من الشركة صح ولا غلط طيب ده كان كلامنا عن الشاشة تعال كده نشوف المعالج بيجي من ايه والشركة بتقدم لنا ايه المعالج هنا بيجي من شركة Qualcomm Snapdragon 732G معالج قوي جدا وعارفينه في تشغيل الالعاب المعالج بيجي من معمارية 8 نانوميتر اوكتاكول اي سومان للانوية نواتين منهم بيعمله بتردد 2.3 جيجا هيرتز من نوع كيريو ربعمية وسبعين جولد ومن اسموهم بين الجولد دي للمهام التقيلة اما عن الستة انوائي الاخار فبعمله بتردد 1.8 جيجا هيرتز من نوع كيريو ربعمية وسبعين سيلفر وده للمهام الخفيفة انا شايف ترددها معاول مش وحش طيب بالنسبة لأدروينو او المعالج الرسومي فجاي من ادروينو 618 برضو شو بيو غنى عن التعريف الشركة ما قالتش ان الجهاز فيه تبريد ولا لأ ولكن الشيء المؤكد ان الجهاز يجيب اندرويد 10 مع الميو اي 12 ويستقبل الميو اي 12 وين 5 قريب اما عن الرام والروم فالجهاز مفيش منه غير نسخة واحدة 6 جيجا بايت رام من نوع LPDDR4X بالنسبة للروم فهيكون متوفر منه 64 و 128 من نوع UFS 2.1 لو حبينا كده نتكلم عن الكاميرات فالجهاز سلاسي الكاميرات اول كاميرا جاي بدقة 64 ميجا بيكسل مع فاتة عدسة F1.9 اما عن الكاميرا التانية فيها UltraWide جاي بدقة 8 ميجا بيكسل مع فاتة عدسة F2.2 والكاميرا التالتة للمكرو بدقة 5 ميجا بيكسل مع فاتة عدسة F2.4 الكاميرا الخافية بدقة تصور 4K 30 فريم في الثانية وبالنسبة للفرونت كان فيها جايب 16 ميجا بيكسل مع فاتة عدسة F2 يعني كل المواصفات دي حتى الان معقولة مقابل السر اللي اقول لك عليك بس خلال اول نتكلم عن البطارية اللي جايب ساعة 5000 ميليا امبير مع شحن سريع ولكن الشركة ماليتشي اذا كان هيجي من 18 واط ولا 33 واط بس انا اميل وارجح 33 واط مع منفذ شحن من نوع type C 2.0 ومتاز جدا مواصفات عظيمة ناقص برضو اول مزايا اللي هقول لك عليها زي مثلا IR بلاستر مميزة بشركة شاومي زي NFC زي الستيريو سبيكر اللي موجود في الجهاز وانا شايف ان معظم اجهزة شاومي هتنزم الخاصية دي بعد كده الجهاز بدعم 3.5 مدخل السماعات والبلوتوز من نوع 5.1 الجهاز فيه بروكسيميتي وجايرسكوب وغيره وفيه فنجر برينت مودمك في زر الطاقة فايكون بـ 210 دولار بالضبط زي ما اسمعت سعر جنوني لا يصدقه عقل يعني بالمصري 3300 جنيه حتى لو وصل الى 4000 جنيه مصري فانا شايف انها تكون صفقة ممتازة جدا ما عاد نزوله الشركة ماليتش هينزل امتى ولكن لو عايز توقع حسين فاعتقد ان ينزل خلال شهرين ممكن يتم اطلاقه عالميا بس هيتاخر شوية عشان يجيلنا ممكن ياخد ثلاث شهور ويمكن اربعة يعني ممكن ينزل مثلا في الربع الاول في نهاية الربع الاول من عام 2021 هو توقع مش اكتر ممكن ينزل قبل كده مش عارف بس التوقع ينزل في الفترة والتلاك عليها وبس كده هيتك هيتك كل حاجة عندي نايس تقول اللي عندك رأيه كيف الجهاز ده؟ رأيه كيف شركة شاومو اللي بتعمله؟ وهل المواصفات دي تتخلينا نتغاضى عن المشاكل والعيوب نشوف الشركة ولا لا؟ شارك براقي في تعليق وديك هيتك كل حاجة الفيديو النهاردة عن اتمنى يكون الفيديو عجبك لو الفيديو عجبك تستعمل لايك مهم جدا شارك في القناة فعل الجرس عشان تعمل معي كل جديد قبل ما افر معيك في ناس كتيرا بتقول لي عايزيني يشتروا الخاتم فهتلاقي الخاتم موجود على صفحة الفيسبوك الخاصة بالقناة سيب الرسالة هناك وهرد عليك ان شاء الله وهتواصل معك وتكلفة الخاتم هتكون زي ما قلت الفيديو قبل كده متين جنيه مصري شامل الشحن لاي مكان في مصر الوقت العادة يا شباب نتقابل ان شاء الله في فيديو جديد السلام